اهلاً ومرحباً بكم عزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزي من تشكيل هذه الحكومات تتشكل اليوم حكومة يتحدثون عن أنها طبعاً كل الحكومات السابقة كانت حكومات فشل حكومات فساد حكومات قراب اليوم يتحدثون عن تشكيل حكومة مختلفة يقولون أن هذه الحكومة مختلفة لأن فيها تكنقراط وفيها مستقلين وفيها رؤية جديدة لمواجهة الكارثة التي حلت في العراق خلال 15 سنة إذا ما افترضنا هكذا أولاً هل هذا حقيقة؟ أسأل وثانياً إذا ما افترضنا أن هذه الحكومة ستشكل مثل ما يقولون من المستقلين والتكنقراط هل ستستطيع أن تخرج العراق من هذه الكارثة من هذه العتمة الكبيرة؟ بسم الله الرحمن الرحيم أهلاً ورحمة بك أخي دكتور رافع ومعلاً في قناة الرافدين جميعاً هذا السؤال حقيقة سؤال مؤلم وإن كان ضرورياً أن يطرح في هذا الظرف وفي هذه اللحظة العراق بعد 15 عاماً من الاحتلال يستحق هذا البلد يستحق أبناء هذا البلد أن ينعموا على الأقل بفرصة لالتقاط الأنفاس بفرصة لإعادة النظر في كل مجارة طيلة السنوات الماضية أن يهنؤوا بقليل من الراحة والإطمئنان في ظل التطورات الكثيرة التي عصفت بهم منذ الاحتلال حتى اللحظة ولكن أن يكون لهم ذلك والعملية السياسية مشروع الاحتلال السياسي بعد 15 عاماً تأتي بوليد نستطيع أن نقول عنه بكل وضوح كما قلنا في السنة الأولى عن الدستور أنه دستور المسخ تأتي هذه الحكومة المسخ كل الوعود التي أعطيت للعراقيين قبيل الانتخابات وفي أثنائها وبعدها وطيلت أشهر ينتظر العراقيون فإذا بهم بحكومة ليس لها من اسم الحكومة إلا الحروف وهي حكومة حتى على مقاييس العملية السياسية البائسة حكومة هذه كل ما قيل عن حكومة التكنقراط وحكومة المستقلين وحكومة الخروج بالعراق من الأزمة وحكومة القضاء على الفساد وحكومة الاعتدال كل هذا ذهب مع الريح حكومة بغداد الحالية حكومة الاحتلال في بغداد هي نتيجة توافق أمريكي إيراني لتهدئة الأمور في العراق لمصالح تخدم الطرفين ودائما هذه الحكومات التوافقية التشاركية حكومات الاضطرار والخروج من المآزق تأتي حكومات ضعيفة وبائسة ولا أبأس من هذه الحكومة التي يتحدث جميع العراقيين الآن عن بؤسها وعن صدمتهم الكبيرة يقولون هذه الحكومة تعيدنا إلى نقطة الصفر هذه الحكومة قضت على كل ما حصل في العراق وكأن ما حصل في العراق يعني شيء كبير هذا هي حصيلتكم دارت عملية إدارة الأزمة أو إدارة الوجوه المعروفة ووصلوا إلى هذه النتيجة التي أقل ما توصف بأنها مكافأة واضحة وصريحة لأصحاب العملية السياسية هي حكومة توافق على مغانم وعلى مصالح هذه معروفة من البداية ولكن هذه المرة سافرة وظاهرة وواضحة وكل ما قالوا عن مشاورات لتفاهمات لإخراج حكومة قوية بعيدة عن المحاصصة الطائفية والعرقية تنتهي بحكومة توزيع مناصب هنا وهناك وهذه المرة بطعم عائلي دكتور في حديثك يعني أشرت إلى المشروع الاحتلالي والمشروع الاحتلالي أنجب هذه العملية السياسية هذا المولود المشوه المسخ هذا في داخل هذا المولود المسخ في داخل إطاره هناك قوى سياسية مثل ما تعرف في السنوات الأخيرة وفي الفترة الأخيرة نلاحظ كل المتابعين يجدون أن هناك صراعا قد بدأ بين قوى العملية السياسية صراعا حول المكتسبات هذه المساحات الموزعة فيما بينهم يحاول كل طرف أن يقضم من مساحة الطرف الآخر سؤالي هنا هل هذه القوى ستصل إلى مرحلة وقريبة كي تتصادم فيما بينها بمعنى هذه القوى التي تسمي نفسها الشيعية هل ستتصادم مع بعضها دفاعا عن مكاسبها أو لتوسيع مكاسبها أم أن الضابط الإيراني أو الأمريكي قادر لحد الآن بعد 15 سنة على ضبط إيقاحهم على السيطرة عليهم على منعهم من أن يفعلوا ذلك نقول الآن ما قاله كثيرون منذ ساعة الاحتلال وحتى النحظة أن الظرف في العراق غير طبيعي وشاذ بالمر ولو كانت العملية السياسية تحكمها القواعد اللعب السياسي لا أقول قواعد السياسي لو كانت تحكمها الصراعات الحقيقية للنفوذ بين أطراف العملية السياسية لانتهت العملية السياسية إلى صراعات بين هذه الأحزاب منذ سنوات طويلة الصراع حاصل فكرياً وسياسياً وحتى ميدانياً بين هذه القوى وله شواهد وأمثلة كثيرة جداً على مدى السنوات طويلة قد يظهر أحياناً بطريقة قمع تظاهرات يظهر أحياناً بمدهمات يظهر أحياناً بانتفاضات معينة في مناطق ويظهر أحياناً بصراع علني واضح كما جرى في سنوات عديدة بين هذه الأحزاب في الشوارع العامة وفي الشوارع الخلفية ولكن العملية السياسية في العراق الوضع الاقتصادي في العراق المنهار والمتداعي والذي إذا قيس بغيره من الوضاع في العالم لا يسمى أساساً أن هناك وضع اقتصادي أو حال اقتصادي أو لكن ما الذي يعمل على الحيلولة دون انهيار هذه العملية السياسية والصراع بين أطلاف ما الذي يعمل على الحيلولة دون انهيار بالعملة العراقية على سبيل المثال رغم أنها ضعيفة ولكنها محافظة على مستوى معين وفق الموازين في عالم المال هذا الأمر يمكن أن يحصل إذن هناك إرادة دولية وإقليمية لضبط الصراع في العراق لضبط الأمور في العراق لأهداف يتفق فيها اللاعبان الأساسيان الأمريكي والإيراني واللاعبون الأقليميون لأخرون على الهامش فإذن لا أتوقع ولا أتصور أن العملية السياسية تنتهي بصراع بين هذه الأطراف العملية السياسية الآن هي قائمة في حد ذاتها على الصراع ولكن كما لاحظت الآن هذه الحكومة الأخيرة فيها خلطة غريبة عجيبة ما كان لها لم يتصور أحد في يوم من الأيام أنه يمكن أن تجتمع بعض الأطراف في تحالفات ثم تجتمع جميعا في حكومة وينسى لكل تهديدات الآخرين وينسى لكل اتهامات للآخرين وينسى لكل ما فعل في الآخرين الحكومة هذه تجمع الإرهابي كما يقولون أو المتهم بالإرهاب ومن اتهمه الحكومة تجمع بين الفاسد ومن اتهمه بالفساد حكومة تجمع بين الإيراني الأمريكي والأمريكي الإيراني حكومة تجمع بين صديق هذا الطرف الأقليمي وصديق ذلك الطرف الأقليمي وليس في طرفين متناقضين متصارعين وإنما في قائمة انتخابية واحدة في كتلة في حكومة تكاد تكون متجانسة من حيث التناقض قد تبدو غريبة لكنها متجانسة في تناقضها فإذن لا أتوقع نهاية الصراع لأن هذه الحكومة في تصوري هي الحكومة الأخيرة فيما يمكن نسميه بالجمهورية الأولى بعد الاحتلال هي المخرج النهائي الذي سيحاول الأمريكي والإيراني في إخراج شيء جديد قبل نهاية هذه الحكومة وعلى تطورات أقليمية وذوبية دكتور ربما علينا دخل مباشرة إلى بعض مخرجات تشكيل هذه الحكومة والحكومات السابقة وصلنا لآخر موازنة عرضت الآن وهي لعام 2011 والتي ستشرف عليها الحكومة التي تشكل الآن وهي التي ستتولاها يعني لا أريد أن أتحدث عن المبالغ الضخمة 108 مليار دولار لقدر هذا المبلغ ما في يد الدولة لكي تستعمله في برامجها لكن في هذا المبلغ الكبير ما مخصص لمحافظات بعينها مدمرة أهلها قد هجروا منازلهم دمرت كل حاجياتهم كل قدرتهم على الحياة دمرت وعطلت ما مخصص لا يساوي ربما واحد بالمئة من ما يخصص للآخرين يعني لو اجتمعت ما يخصص للمحافظات مثلا الأنبار ونينوى وكل المحافظات كلها لا تساوي ما خصص لمحافظة واحدة أخرى القوى السنية في العملية السياسية يعني تقول نحن غير راضين عن هذا وسنرفض وسنعترض وهم الذين يقولون نحن نمثل السنة والقوى الكردية أيضا ترفض وتقول لن نوافق عليها أريد أن نقول كيف يمكن صياغة يعني ما هو الفكر الذي يصوغ هكذا موازنة ويعبر عنه ودلالاته في هكذا واقع يقولون سننقذ به العراق وسنخرج العراق من أزمته وبالتالي لا تخصص لكل هذه المحافظات لكل هذه الناس اللي يشكلون هم يعني غالبية سكان العراق بهذه الطريقة كيف ترى هذا الموضوع أولا تحفظ على وصف القوى بعض القوى في الحكومة بأنها قوى سنية هذا الوصف انتفى عنهم زيناء قوسيين طبعا وصف السنية انتفى عنهم عندما اغتموا في الحضن الإيران كان وصف السنية هو الدلالة على حالة معينة يراد منها تأكيد على موضوع الهوية الذي استغل للأسف في مرحلة ما لتحقيق مصالح سياسية على حساب مكون معين هو المكون السني ورفع الشعار السنية والابتعاد عن شعار الوطنية واتهام من يرفع هذا الشعار وكان المبرر الأساسي أو الذريع الأساسي هي التصدي للنفوذ للوجود للاحتلال الإيراني الذي كانوا يعدونه في سنوات مثل وستة وسبعة وثوانا واستمرين إلى حالة الاعتصامات يعدونه أخطر من الاحتلال والوجود الأمريكي وهذا ما قالته له أيضا في سنوات سابقة ولكن مع الفارق نجدهم الآن الذريع الأساسية لهم للبقاء في العملية السياسية والتصدي النفوذ الإيراني تجعلهم يرتمون في الحضن الإيراني ويتحالفون مع الإيراني للبقاء في إطار العملية السياسية فيناقضون أنفسهم بأنفسهم هذا نفسه يفسر أو يجيب على السؤال الذي طرحته الآن أو يجيب على السؤال الذي طرحته الآن وهو أين هذه القوى التي تسمي نفسها السنية عن هذا الموضوع مثلا الموازنة وهذا الظلم الفاحش الذي يطال المحافظات في الظاهر قد يقول بعضهم أن يعقل أن من وضع هذه الميزانية لا يعلم أو لا يدري بأن الأرقام ستعلن وأن الناس ستقارن بأن هذه المحافظة ذات الملايين الثلاثة أو الأربعة أو هذه المحافظة ذات المليون أو أقل من المليون نعم لهو يعلم وهو يدري لأن المشكلة طبعا هناك يعني عسف وجور وظلم واستغلال للطائفية والعرقية وما إلى ذلك ولكن القصة أبعد من هذا وأعمق هذا في أصل التوافق الذي قامت عليه العملية السياسية بكل مقدماتها ومخرجاتها أنت تحدث عن حصص ونسر نعم والذي وافق عليه من يسمون أنفسهم بممثلي السنة وهو أن هناك بنود في ميزانية العراق بعد الاحتلال تقول بأن هناك محافظات متضررة من النظام السابق نعم فهذه لها بنود خاصة لا تتقيد بالمساحة ولا بعدد السكان ولا بالموارد وهذا هو سبب الفارق الرئيس في التخصيصات لكل محافظة زائدًا أمور أخرى فإذن أصل العملية فاسد أصل العملية فيه كثير من المخالفة لروح التوافق التي يتحدثون عنها التوافق الآن ليس توافقًا حقيقياً وإنما هو فرض نسب فرض حصص فرض إرادات عن طريق القوة تحت مسمى التوافق وفي ظل عملية سياسية قسمت الأدوار والنسب والأعداد مثال على ذلك جرينا في القسم السياسي في الهيئة دراسة لم نعلن عنها لأنها ليست للإعلان هي حقيقة واقعة للناس جميعاً ومقرّة بالنسبة لنا وسبق لنا في سنوات ماضية أن تحدثنا عنها كثيراً واصدرنا دراسات عنها دراسة عن عدد النواب الذين فازوا مما يمثلون السنة سواء كانوا في قوائم تسمى سنية أو في قوائم نعم عامة متداخلة النسبة كما هي 19% وأعشار إذن هذا السقف 20% 19% هذا السقف الذي يحدد العملية السياسية من بدايتها إلى الآن إلى اللحظة سياسياً اقتصادياً اجتماعياً ثقافياً وحتى على مستوى المؤسسات الأمنية والأسكرية ولا تسمع للكلام الذي يروج هنا هناك الذي اتخذته بعض الأطراف في سنوات سابقة حجة وذريعة لتبرير انخراطها وفشلها في العملية السياسية نعم ليس لإنكفاء عن الجيش والشرطة ولا توجد هناك بتاوحة ولهذا الموضوع وإنما أصل التوافق المقر قبل الاحتلال في المؤتمر التي عقدت هنا وهناك وأقر هذا في مجلس الحكوم وهذه نتائجه إلى الآن بعض الناس كأنه الآن فقط يكتشف أن هناك ظلماً وأن هناك جوراً وأن هناك عسفاً وأن هناك تلاعباً بالميزانية والمضحك من الذي يعلن هذه الأرقام؟ من الذي يسرب هذه الأرقام على وسائل التواصل الاجتماعي في وسائل الإعلام؟ هم بعض الفاشلين من السياسيين السنة لإحراج السنة في داخل العملية السياسية إذن ما طرح من أرقام دكتور واضح من تفسير حضرتك وتفسير دقيق جداً جداً أنها ليست مفاجئة وليست غير طبيعة وليست استثنائية طبيعية جداً وعلى الجميع أن يتقبلها ما دام قبلها بالعملية السياسية بكل اشتراطاتها وبكل تفاصيلها أعود مرة أخرى ربما إلى موضوع من المواضيع المهمة واليوم عادت ربما في هذه الفترة عادت تظاهرات مرة أخرى في البصرة ربما الأسلوب تغير، إطار تغير، طبيعة الضغوطات عليها تغيرت لكن أريد أن أسأل أن تظاهرات تخرج في مدن الجنوب كل القوى الحاكمة في الغراق والأحزاب والميليشيات تعتبر أن هذه مدن الجنوبة حاضنتها عندما يخرج شعب الحاضنة ضد من يقولون أنهم يدعمونه وهذه حاضنتهم يخرج ضدهم ويكتف ضدهم ويشتمهم ويرفع الشعارات ضدهم ماذا يعني هذا؟ وماذا يعني أن تواجه القوى التي تدعي أن هذه هي حاضنة تواجه هؤلاء المتظاهرين بالحديد والنار والاعتقالات والاغتيالات والتعسف للحد التي تحجم تظاهراتهم بالطريقة التي تريدها قبل يومين كنت أستمع إلى محافظة البصرة يدعو المتظاهرين أن ترفعوا الشعارات الفلانية أريدكم أن تتظاهروا لكن يرفعوا الشعارات الفلانية كيف تنظر إلى هذا الموضوع؟ أنا أعيدك قليلاً للوراء الأمين العام الراحل يا شيخ حالة الضالح رحمه الله في عام 2010 يدعو الدول العربية لمساعدة العراقيين جميعاً ويقول ولا سيما أهل الجنوب في ذلك الوقت لماذا؟ طبعاً هذه كلمة من كلمات كثيرة ومناشدات ورسائل لأهلنا في الجنوب لهم عامة ولعشائرهم خاصة فضلاً عن جهود أخرى غير معلنة في وقتها وقد يغتي الوقت المناسب لإعلانها كنا نسعى للحفاظ على أرواح من كنا نتواصل معهم من شيخ عشائر الجنوب والأسف استشهد كثير منهم بسبب معرفة هذه الصلة بنا وبغيرنا لأنه كان يعي تماماً أن الأحزاب الطائفية المتحكمة في العراق تحاول بكل ما تستطيع تغطية الحقائق في جنوب العراق واستثارة البعد الطائفي من أجل التغطية على فسادها وعلى الحصرية صدرنا نقول بهذه العبارة الحصرية الخاصة بهذه الأحزاب من حيث الوظائف من حيث المهام من حيث المكاسب من حيث الموارد فضلاً عن السرقة المنظمة والمنتظمة والمستمرة لموارد العراق بطرق غير رسمية وغير أصولية بعيداً عن السرقة العامة المبوبة في إطار ميزانية العراق كان أهل الجنوب هم أكثر من يعاني والمعاناة من جهتين من جهة الضغط الإيراني المجاور لهم والمتحكم في محافظات الجنوب أمنياً واقتصادياً ومن جانب هذه الأحزاب الطائفية التي لا تعطي المواطن في الجنوب شيئاً من ما يستحقه على مستوى الخدمات أو على مستوى الوظائف في كل المستويات العلمية والصحية والاجتماعية والخدمية فقط تعمل من أجل مصالحها الخاصة وقائمة على أساس استغلال وابتزاز المواطن في جنوب العراق بالانخراط في هذه الأحزاب للحصول على حقه سنة، سنتين، ثلاثة، أربعة، خمسة الأمور تكشف وصلنا إلى مرحلة انفجر فيها الشعابة أن وقف على هذه الحقيقة وابطلع عليها واعتقد تماماً أن كل الشعارات المرفوعة هي للتغطية على هذه الحقيقة وأن كل الصراعات الجانبية التي كانت تقوم بها هذه الحكومات المتعاقبة هي لإشغال المواطن العراقي وأهل الجنوب تحديداً عن أوضاعهم السيئة بل المأساوية فهذه التظاهرات لن تتوقف أن قمعت مرة وخدرت بحجة الحكومة ستعود وأن المواطن في البصرة الذي خرج من أجل لقمة العيش من أجل كوب ماء نظيف قال فلنجرب الانتخابات مع أن الدعوة المقاطعة كانت لم تسبق أكبر نسبة المقاطعة في الانتخابات أكثر من 80% قال بالضبط لكن قال فلنجرب وإذا بالحكومة الانتخابات تفرز عن توافقات معرفة فلننتظر الحكومة وإذا بالحكومة تتأخر جاءت الحكومة حكومة حزيرة وضعيفة انتظر أن هذه الحكومة تحقق بعض الوعود ولو 1-2% من هذه الوعود فلما لم يجد شيء أحد وستبقى هذه التظاهرات تتسع هنا تنكمش هناك تأخذ هذا الإطار هنا إطار آخر في مكان آخر ولكن أستطيع أن أقول أحد عوامل الضغط على تشكيل الحكومة بهذه الطريقة التي أنتجت هذه الحكومة الضعيفة والهزيلة هو الخوف من عودة التظاهرات لمنع هذا التداعي الكبير في المؤسسات وهذه الحكومة لم تفلح وهذه هي التظاهرات ستعود مرة ثانية فما البديل الحكومة حقيقة كانت دعني دكتور قاطعك عفوا قبل الحديث عن البديل تتحدث حضرتك الآن وهكذا هو المشهد يلعبون بمصمار الأمان لهذه القنبلة قنبلة أن تنفجر عليهم ينفجر الشعب ألا يدركون أن هذا المصمار عندما لا يقدمون خدمات عندما يقدمون حكومة هزيلة عندما يزداد الفقر تزداد الأمية تزداد البطالة تزداد القراب يزداد وهم لا يقدمون شيئاً ألا يلعبون بمصمار أمان هذه القنبلة يعني ألا يدركون هذا أم ماذا يعني هل هم جهل لهذا المستوى أم أن هناك قوى تدفعهم بهذا الاتجاه كيف ترى؟ لا هذا ولا ذات نعم هو قمة الاستخفاظ بشاعر العراقيين لتأكد هؤلاء بأن هناك ظهر يحميهم فهو بالك إذا كان ليس ظهراً واحداً وإلا أي حاكم بغض النظر عن عدله أو صلاحه يراعي مشاعر هذا الشعب أو على الأقل يخاف على كرسيه سيسعى بكل ما يستطيع لنزع فتيل هذه الأزمة فما بالهؤلاء لا ينزعون فتيل الأزمة بل يزيدون هذه الأزمة السبب الأول أنهم مقتنعون تماماً بأنه لا قيمة للمواطن العراقي ويقولها بكل ألب وما دمت هناك قوى متحكمة فيهم أو قوى تسندهم فهم لا يخشون شيئاً ولكن إلى متى سيستمر هذا الوضع الأمر الثاني في هذا الموضوع أنه لا يمكنهم الإصلاح حتى وإن أرادوا الإصلاح وهذا غير متوقع منهم لا أتوقعه أنا شخصياً ولا يتوقعه القذيرون ولكن لا توجد الأدوات لا توجد القدرات لا توجد الموارد والخراب الحاصل في العراق وفي محافظات الجنوب تحديداً لا يمكن إصلاحه بيوم أو ليلة بحكومة كهذه الحكومة أو بعشر حكومات من مثلها تتحدث عن الموارد دكتور يعني ألا تكفي هذه الموارد الموارد تكفي نظرياً أن يعني وظفت لهذا الأمر لكنها لا توظف لهذا الأمر أبداً تعرف إلى أين تذهب هذه الموارد فضلاً عن ذلك هل لديهم القدرة على إدارة هذه الموارد؟ يعني مشكلة البصرة نعم بكل يسر هي المشكلة بدأت في أن هناك شركات غربية تعاقدت مع الحكومة لإصلاح المنظومة على سبيل المنظومة منظومة الكهرباء ومنظومة يعني ما يتعلق بالماء والمجاري وما إلى ذلك والتحديد منظوع الكهرباء نتيجة الفساد هذه الشركات خرجت من البصرة وتركت ما تسمى بحكومة البصرة تتخبط في أمورها فإذا كان مسؤول من أجل نسبة معينة عمولة معينة يضحي بعقد مع شركة أجنبية جاءت لإصلاح مشروع في إصلاحه وإدامة استمرار لحكمه إذا كان ينظر إلى استمراره في الحكم ولكن هؤلاء طارئون طارئون على العراق يفكرون من منطق الإنسان الطارئ الذي يأتي لأكل سارق وإن كان ينطبق عليهم الوصف وهم صراق صليون ولكن فإن نعمم الفكرة منطق الطارئ الذي يأتي لهذا البلد حتى وإن كان ينتسب إليه للحصول على أكبر قدر من الغنيمة ومن ثم الخرج أنه يعرف أنه محدد بزمن سواء كان عضو مجلس حكم محلي أو عضو مجلس محافظة أو وزير في الحكومة وهكذا أكو عملية تبادل أدوار كل أربع سنوات تأتي مجموعة ثم تأتي مجموعة أخرى ثم إلى متى يصلون إلى حد الإشباع لن يصلوا لما؟ لأن الوجوه متغيرة ليست المصلحة الآن كنا قبل نقول الحزب الفلاني لديه مصلحة لا الآن هناك ديارات ولوبيات وصراعات داخل هذه الأحزاب وهذا يفسر الإنقسام المتكرر لها فمتى يشبع هؤلاء؟ متى يحققون الاكتفاء التام من سرقة ونهب أموال عراقية؟ لن يحققوا لأنه إذا ذهب هذا الجيل الآن خرجنا جيل جديد منهم في مجلس النوبل الآن وفي الوزارة ترى وجوه جديد الشابة كما يقولون شابة في عملية سلب وسرقة أموال عراقين هذا الجيل لا ذهب سيأتي جيل آخر دكتور داني نتوقف فاصل ونكمل هذا الحديث الذي فيه رغم الأسعى رغم الألم فيه تصديد ضوء على كثير من الحقائق أعزائي المشاهدين فاصل ونعود إليكم إن شاء الله مارك الله فيك أهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين وأنا ألتقيكم في القسم الثاني من اللقاء اللقاء الخاص مع فضيلة الشيخ الدكتور مثنى حارث الضالي الأمين العام بهاية علماء المسلمين دكتور أهلا ومرحبا بكم مرة الأخرى مارك الله دكتور داني يعني أثارني ربما حديث سمعته من أحد المسؤولين وهو رئيس الجمهورية الحالية تحدث أنه هناك مشاكل في المحافظات العراقية لكنه يساعدع إلى حوار وطني ما شكل هذا الحوار الوطني هل بالإمكان أن يشهد العراق حوارا وطنيا في إطار هذه العملية السياسية في إطار كل هذا الفساد في إطار كل هذا الخراب ما شكل هذا الحوار الوطني ما هي محددات الحوار الوطني الحقيقي الذي يجب أن يوضع وهو مفقود أساسا ويمكن أن يعادل وهل بحوار وطني مثل ما يدعو ستعالج مشاكل كل هذه المحافظات من فقر وأمية وخراب ودمار وضيع للمستقبل كيف ترى هذا الموضوع الموضوع طرفة تخطر في بالي الآن إحدى الشخصيات العربية في مؤتمر صحفي كان يتكلم عن الحوار الوطني بين الأحزاب والقوى بين الحكومة والأحزاب المعارضة كانت مشكلة في ذلك البلد نعم فأثناء الكلام على الهواء مباشرة يعني أخطأ فحذف حرف الوا وضع مكانه حرف المين ولكن تتصور حوارنا الوطني في العراق يبدو من هذا القبيل نعم هذا يعود بنا إلى موضوع المصالحة ما تسمى بالمصالحة الوطنية ورأينا في هذا الموضوع منذ عام 2004 وعام 2005 لن تكون هناك مصالحة وطنية لن يكون هناك حوار وطني عراقي حقيقي إلا إذا كان جميع المتحاورين لهم إراداتهم المستقلة بالله عليكم من لديه إرادة مستقلة فما من يدعي إلى حوارات وطنية هناك مشاكل في كل محافظة من الشمال إلى الجنوب وهناك انشقاقات في قوى وأحزاب وتتتلات وتحالفات هي أدعى لأن تقيم حوارا داخليا ونقدا ذاتيا فالذي لا يستطيع أن يحاور المنشق عنه في حزبه يدعي إلى حوار وطني هذا أولا ثانيا ما فائدة الحوار الوطني إذا كان القرار ليس في يدي المتحاورين وهل سيلزم هذا الحوار الوطني قل للأطراف أنشأوا في مرحلة ما يعني مؤسسة خاصة للحوار الوطني أين هي أنشأوا في مرحلة ما يعني مؤسسة لماذا اسموها؟ مصالح الوطنية المصالح حلا بعد ذلك المجلس الاستراتيجي أو غيره وما إلى ذلك خصصت له أموال كبيرة جدا أموال كبيرة ثم الحوارات التي جرت بين أطراف العملية السياسية والقوى المناحدة لها في مؤتمر القاهرة وأن تكونت قريب على هذه التجربة إلى أي شيء آلت آلت إلى استمرار العملية السياسية فالحوار هو مجرد تغطية تخفيف للضغوطات تنفيس هنا وهناك خشية حصول بعض المواقف أو ردات الفعل العنيف التي قد تعصف بالحكومة وإلا من دعا إلى الحوار الوطني ومن سيدعو إليه ومن سيروج له كلهم يعلم جميعا أن هذه الحكومة حكومة توافقية لمصلحة معينة وهي تهديئة الأوضاع لأن أطراف الدولية والأقليمية تريد السوق العراقية وتريد لهذه السوق أن تعود إلى الساحة لكي تسهم في الاستثمارات الكبيرة المتوقعة في الساحة العراقية والسوق العراقية فضلا عن صادراتها وهناك رغبة أمريكية رغبة إيرانية رغبة حتى عربية للأسف ورغبات أقليبية أخرى لتهديئة الأوضاع في العراق بأي طريقة ممكنة بغض النظر عن هل هذه التهديئة تسكين تسكين فقط تسكين لتحقيق أهداف آنية سريعة إن استمرت الأمور بالتسكين بحبوب التسكين فلا بأس لأن الجميع منشغل بمسائل وقضايا أهم من قلبية مصالح العراقية المثال على ذلك صارت إشاعات كثيرة في أثناء تظاهرات البصرة الأولى قبل أشهر أن بعض الأطراف الدولية ستعمل على استغلال هذه الظروف لإيجاد صيغة معينة في العراق تداري بها الفشل الذريع الذي حصل في الانتخابات وفعلا بدأت اتصالات هنا وهناك نحسها ونسمع بها هذه لم تثمر عن نتيجة إلا نتيجة واحدة ونتيجة عرضية ما كانت مقصودة وهي التوافق على شخص رئيس الحكومة الحالي وهذا هو الذي سبب كل هذا الضعف في هذه الحكومة والهزال البادي عليها في أسمائها في اختياراتها في أدائها الذي إلى الآن لا يكاد يحس الإنسان بوجود ما يسمى بحكومة في العراق والصراعات ما زالت قائمة وهذه الحكومة قد لا تستمر نصل للمدة المقررة وإنما كان هناك سقف أنه خلال ستة أشهر بعد التظاهرات إذا لم تقوم حكومة في العراق قد يحصل انهيار وهذا الانهيار لا يخدم كل الأطراف المستفيدة فتداعوا وشكلوا هذه الحكومة دكتور بالحديث عن السوق العراقية وكنت تحدث عن السوق العراقية في السوق العراقية هناك وقبل السوق العراقية في العراق عموما فوضى وهذه الفوضى مثل ما نعرف يعني تخدم إيران وتخدم مشروحها وهناك سوق عراقية أفرغت من كل شيء وتحولت إلى مستهلك لكل شيء في العراق لا صناعة ولا زراعة ولا انتاج ولا صناعة في أي شيء وإيران تستغل هذا الموضوع في آخر أيام كنا نتابع قضية نفوق هذه الأسماك الكبيرة ودائما ما يبرز السؤال من المستفيد في نظرة سريعة أسألك من المستفيد من كل هذا إذا كانت إيران تريد أن تسيطر على أسواق العراق بهذه الطريقة كل السلع كل المنتجات الإيرانية هي التي تسيطر على الساحة العراقية العراق غير مصرح له لا بصناعة شيء ولا بإنتاج سيء ولا بزراعة شيء لأنهار تقطع الأراضي تبور والأملح وبالتالي الثروة السمكية تنتهي والعراق مصدر للنفط فقط استخرج النفط ويذهب إلى الخارج وتذهب والشركات تأخذه من يقف وراء؟ من المستفيد من كل هذا؟ بصراحة أقول لك من جانب أنه لا يوجد مستفيد عراقي من هذا الموضوع لأنه الفوضى المخلوقة ولا أقول الخلاقة الفوضى المخلوقة في العراق ستنتئي إلى هذا لأن فوضى مضبوطة الفوضى الخلاقة غير منضبطة تتوسع باستمرار ولكن الفوضى في العراق موضوع لها سقف فهي مخلوقة ومحددة من نتائج ما يحصل في العراق أن تبدو هذه الظواهر وبعضها ظهر متأخرا أو أظهر الآن وإلا هذه الحالات تكررت في العراق من بعد احتلال حتى اللحظة ولكن كانت تحجب يبدو أن الظروف الآن والانفتاح الأكبر الكبير عفوا في موضوع وسائل التواصل الاجتماعي ثم تحرك كثير من فئات الشعب لرصد هذه الظواهر والأسيمة في جنوب العراق جعلنا أمام كميات كبيرة من الأخبار والصور التي تحكي عن مآسي العراق وإلا هذه الظاهرة تكررت في أوقات وأزمان معينة ولكن كانت تحجب أما من الاحتلال أو الحكومة أو بدافع ذاتي من المواطن الذين كانوا إلى ذلك الوقت يحسنون الظن بالحكومة أو على الأقل يتوقعون منها شيئا وحتى لا تستفيد منها أطراف أخرى الإرهاب وما إلى ذلك وكل من يضعوه على قائمة الإرهاب الآن انكشفت هذه الأمور فبدأ المواطن العادي أصبح مراسل يصور ويرفع الصور فالمأساة الحاصلة الآن فيما يتعلق بقطاع الأسماك لا يستفيد منها إراقي وأنه هي نتيجة وأثر عرضي من آثار الفساد الذي ينخر في الجسد العراقي لكن إذا بحثناه من ناحية اقتصادية كل طرف يعمل في هذا القطاع سيستفيد وأول طرف هو الطرف الإيراني طرف الإيراني سيستفيد بغض النظر عن الفاعل هل هناك فاعل أم هي نتيجة فعل غير مقصود المستفيد منها أولاً وآخراً في المجال الاقتصادي هو الطرف الناشط المصدر في هذا المجال مجال الأسماك ومن هو الذي يسيطر على هذه السوق الآن في العراق الذي يفرض سلاعه البائرة سلاعه غير المنافسة في أسواق أخرى سلاعه المنتجة أساساً للعراق بمواصفات حتى المواطن الإيراني لا يقبلها الطرف الإيراني أكيد ربما بقي عندي سؤالين والسؤال الأول وهو المهم ما هي التحديات التي تواجه مستقبل الدولة العراقية كيف تنظرون إلى الرعاهات المتوقعة للعراق أولاً لا توجد دولة عراقية وجهة نظري لا توجد دولة عراقية نحن نتعامل مع حكومات احتلال والدولة بمفهومها بمحدداتها بالتزاماتها غير موجودة للأسف في العراق من يوجد في العراق هم رجال حكم بل رجال عصابات حكم وليس رجال دولة يحسون بمعاناة المواطن ويشعرون بالمسؤولية الملقاة على عواتقهم لبناء الدولة أو لعادة بنائها وعمارها فالدولة باقية بغض النظر عما يجري فيها العراق باقي كما كان منذ أن خلقه الله إلى الآن جرت عليه من المصائب والمآسي والويلات والاحتلالات والتقسيمات الكثير الكثير ولكن بقي العراق بقي العراقيون ولكن للأسف الحالة العراقية مؤلمة من جانب وهو أن كل ما يجري في العراق والصورة غير واضحة لكثيرين خارج العراق ويتم التعامل مع العراق ومع المواطن العراقي على أنه في بلدين فيه حكومة وأن الحكومة راعي مشاعر هذا الشعب وأن العراقي الخارج خارج العراق أو النازح والمهجر خارج بظروف خاصة ذات أبعاد طائفية وما إلى ذلك وهذا كله يخالف المنطق ويخالف الواقع العراق بلد منكوب مثل ومثل بلاد عربية أخرى منكوبة ولكن أعود وأقول ما قلناه سابقاً ونقول الآن الفارق بين البلد الآخر المنكوب عربي كان أو غير عربي والعراق أن النكبة في العراق أمريكية ولا يجسر أحد على القول بأن أمريكا هي من فعلت هذا في العراق والآلة الإعلامية الغربية تقود والآلة الإعلامية الأمريكية ممكن أن تقيم الدنيا وتقعدها على حدث بسيط في بلد آخر ولكنها تسكت عن ما يجري في العراق ممنوع الحديث في العراق عن ما يجري فيه ولذلك العراق للأسف ذاهب إلى أرضاع مؤلمة وصعبة ولكن يبقى الأمل دائماً نقول يبقى الأمل الأمل رأيناه في تظاهرات البصرة الأمل رأيناه في تجاوز كثير من العراقيين للخصوصيات الذاتية والهويات الفرعية واكتشافهم وإن كان هذا الاكتشاف متأخراً عنده كثيرين ولكن واكتشافهم مهم أن الحكومات المتعاقبة وحكومات الاحتلال في العراق مدعومة من الاحتلال الأبريكي والاحتلال الإيراني كانت تصنع أعداء وهميين لهذا الشعب وتشغلهم بمعارق جانبية حتى تلهيهم عما يعانونه أصلاً الآن حصلت الانتباه كيف توظف هذه الانتباه هذه مهمة العراقيين الأصلاء من أصحاب الفكر من أصحاب الرأي من النخاب من المخلصين الصادقين الذين يتجاوزون ويتعالون على كل التقسيمات المذهبية والعرقية والأثنية ويسعون إلى إعادة العراق دولة حقيقية هذه مهمة صعبة جداً وللأسف أقولها قلة من هؤلاء لديهم القدرة على العمل لأسباب كثيرة ومع ذلك هذه القلة ستكون إن شاء الله هي النواة العراق حر مستقل لكل أبنائه عزيز آمن يوفي باحتياجات العراقيين جميعاً ومع ذلك على الله بأتس دكتور ما ضمنك نتحدث عن الحلول وإذا نسألك الحل في العراق لم يعد حلاً داخلياً فقط حل دولي وحل إقليمي الحديث عن القوى الإقليمية والدولية المتحكمة في العراق هل ترى أن هذه القوة من عام 2003 لحد الآن هي ثابتة في إطارها في تصاعد قواها وقدرتها على السيطرة على العراق أم أن هناك متغيرات تراها ربما ستفعل فعلها لا أقول إنهم سيسعون لتغيير ما في العراق لكن قدرتهم قبضتهم قابلياتهم ستثنيهم عن متابعة هذا المشوار متابعة هذا المشروع الذي فيه دمار العراق لو ترك العراق وأبناء العراق لقدرهم مع محتلهم أمريكياً كانوا إيرانياً لضعفة هذه القبضة ولا حصل واقع أو لنتج واقع غير الواقع الذي نعيشه ولكن الضعف الذي انتاب المحتلين تمت نجدته في عام 2006 كما تعرفون بالمؤامرة الكبيرة التي جرت على العراقيين عموماً وعلى المقاومة تحديداً ثم فتح باب الاستفادة الثانية لإيران من العراق بعد الصراعات الأخوية العربية العربية وبعد انشغال الدول العربية والنظام العربي الرسمي بكامله فضلاً عن النظام الرسمي الإقليمي وأقصد هنا تركيا انشغل هؤلاء بأمور كثيرة جداً أبعدتهم عن الانشغال التام أو الانشغال حتى الجزء الموضوع العراقي وفتحت مشاكل لكل هذه الأطراف هنا وهناك المشكلة السورية والمشكلة اليمنية ثم المشكلة الخليجية بين الأشقاء ثم التحدي الكبير والضغط على تركيا من العالم الغربي كل هذه الأمور جعلت هذه الدول تنشغل بمشاكلها الخاصة هذا أعطى متنفس أعطى للأطراف الأساسية المتصالحة في العراق الأمريكي والإيراني الحرية أكبر في تحقيق ما تريد أو ما كانت تحلم به تحقيقه والمشكلة أين أن الجميع يتكلم الآن عن أن العراق فيه حكومة وهذه الحكومة توافقية بخلاف ما يجري في اليمن هناك شرعية ولا شرعية في سوريا هناك نظام العالم الآن بعد أن كان يصير على رحيل هذا النظام يقول الآن لا يبقى هذا النظام ولكن يعطي قدر من الشرعية لما يسمونها المعارضة أنا لا أسميها معارضة القوى الوطنية السورية الحية لكن عندما يأتي الحديث إلى العراق الحديث عن الشرعية شرعية النظام السياسي الذي قرره الأمريكان الذي قرره الاحتلال الشرعية السياسية تعطى للنظام المدعوم إيرانيا وللأسف يعطى هذه الشرعية والمشروعية من قبل الدول العربية أو النظام العربي الرسمي والأقليمي لا يعترف حتى بأن هناك صوت مناهض حقيقة أو صوت معارض كما يسمونه هذه المشكلة مركبة في العراق هذه المشكلة ستستمر للأسف ستستمر ما لم يحدث متغير كبير يصلح بعض أوضاع المنطقة دعني أسألك هنا دكتور بحقيقة ما دمتقد أتيت على ذكر المتغير البعض يقول أن المتغير قادم أمريكا تحاصر إيران الآن وإيران داخلها في صراعات مع دول حتى خليجية وإقليمية كثيرة هذا سيستحن مجال وأمريكا تفكر عندما تضغط على إيران سترتخي قبضتها في العراق وستطيع القوى الوطنية والقوى المناهضة أن تتحرك بشكل جيد والقوى الوطنية وأن تقيم عراقا جديدا كيف يعني تنظر إلى هذا الطرح هل إيران فعلا ستحاصر بهذه الطريقة التي تتحدثون عنها والكل يعيد مشهد حصار العراق ربما يحلمون يحلمون ويتناقضون وأقول بصراحة ويكذبون على أنفسهم شعروا أو لم يشعروا أعول على الأمريكي لإخراج الأمريكي والإيراني من العراق كيف يستقيم هذا القياس ثم التعويل على إجراءات أمريكية متشددة ضد إيران هو تعويل على لا شيء لا في المدى القريب ولا في المدى المتوسط قد قد يكون على المدى البعيد عندما تستوفي أمريكا كل مصالحها في العراق والمنطقة أمريكا تعلم تماما أن إبقاء المنطقة غير مستقرة وفي حالة السيلان دائم يضمن لها تحقيق أهداف كثيرة جدا وما زالت إيران ينظر لها هكذا طائفة أو أقلية كبيرة في داخل الجسد الإسلامي العام أو السواد الأعظم من المسلمين وهذا الطرف يستعمل أو هذا الأقلية الكبيرة تستعمل لإثارة الأوضاع في المنطقة وإثارة الأوضاع يخدم الهدف الأمريكي متى ما أطمئنه تماما إلى أن أغراضهم من هذا التعاون أو التخادم انتهت حين ذاك يمكن أن نتوقع أو نتصور إجراء أن ما لكن بعد كم هذه السياسة بدأت من أيام الحرب الباردة وإحتلال أفغانستان وغيره كم سنة إذا أفصلنا عنها؟ يعني قرابة الآن أربعين سنة وأكثر ننتظر أربعين سنة يعني فإذا هم متفائلين ويقيسون الأمور خمسين سنة ستين سبعة ممكن لهم أن يتباعلوا أما سنة وسنتين وثلاثة وأربعة وخمسة وعشرة لا أتوقع ونقطة أخيرة للأسف بعض النظام العربي الرسمي كان يعول على تحجيم النفوذ الإيراني في العراق من خلال التعاون مع المعتدلين في العملية السياسية الآن للأسف النظام العربي الرسمي كله ذهب هذا المذهب بل أن بعض النظام العربي الرسمي ذهب مذهب ذهب مذهباً آخر فإذن لا تعويل إلا على إرادة حقيقية للعراقيين للخلاص من هذا لكن أنا سؤالي هنا هل المشكلة متعلقة بالعراقيين فقط؟ للأسف المشكلة في المنطقة الآن شيء كبير ثم نحن حكمنا بإرادات دولية وأقليمية لا تتيح للإرادات الفرعية سطيع أن نسميها أو الجزئية أن تتحرك تقمع حتى أحياناً قبل أن تتحرك ولكن سيأتي اليوم الذي يولد أو تولد فيه هذه القناعات تياراً، ثقافياً، فكرياً، واعياً يحس بالشعور الجمعي لأبناء الأمة ولا ينكفي على حالته الخاصة أنت ترى دكتور فيسوالي الأخير وبعجالة أنت ترى أن العراق يمكن أن يخرج من هذا المستنقع ويعود دولة ويعود لأهله ربما هناك في العراق حالات من الضغط للتيئيس لتيئيس الناس من هذه الحالة هل ترى الأمر بهذه الصورة؟ هذا أمر مفروغ منه بالنسبة لي القارئ لتاريخ العراق القديم والحديث والمصر على قناعة تامة بأن العراق دخل في أزمات ومآسي أكبر من هذه ولكن لأننا نعيش هذه المأساة استطلنا الأمد وإلا احتلال مثال احتلال إيراني واحد للعراق دام مئة سنة ثم بعد ذلك خرج الإيرانيون وخرج غيرهم فالأمل بالله أولا والأمل بقدرات العراقيين ووعيهم وإدراكهم ثم الله سبحانه وتعالى يرى ويطلع ويصنع لنا ما لم نتصوره أبدا ولعله في مخرج صغير ممكن أن يفتح لنا آفاقا كبيرة جدا فالأمل بالله كبير ومن خلالكم من خلال هذا اللقاء ومن خلال الرافدين أحيي جميع الإخوة المشاهدين وجميع العراقيين وأقول لهم على الرغم من كل ما حصل يريد أعداء هذا البلد بهذا العموم بغض النظر عن التوصيف أن يميتوا روح الأمل فيكم فلا تعطوهم الفرصة أنا أشكرك شكرا جزيلا فضيلة الشيخ الدكتور مثلنا حارث الظاهر الأمين العام بأية علماء المسلمين على كل هذه الإضاءات على كل هذه الأفكار التي تضيء دروب العراقيين التحدث للعراقيين بقلب مفتوح وقلب أبيض وبلغة واضحة شكرا لكم ألتقيكم إن شاء الله في لقاءات أخرى أشكر موصولا لكم أعزائي المشاهدين ألتقيكم إن شاء الله في لقاءات أخرى إلى ذلك الحين أستودعكم الله والسلام عليكم اشتركوا في القناة